بالعمل الصناعية مع أمل عرفة بتقول أنه دور سلوة هو محطة الأهم بتاريخها حبيبتي أمل عرفة تاريخة رائعة وعنده كتير محطات عظيمة بتاريخها وعم بحكي من كل قلبي وكنت سعيد جدا بها الصناعية لأن أمل عرفة من الممثلات الكبار جدا أنا بالنسبة لإلي استمتعت كمان بالصناعية مع أمل عرفة مثل ما استمتعت بالصناعية مع كراس لأنه ممثلة من العيارة الثقيل هلأ شو عنده أمل عرفة شي كتير مهم أنه تلعب الكوماديا بمستوى عالي والدراما بمستوى عالي فكيف بالحرق إذا عم تقدم لها عمل متل براندو شرق كوماديا سوداء على قاعدة درامية ولكن مقاربة كوميدية وتعتمد على كوماديا الموقف مش على كوماديا الإفة والنكتي والتهريج كوماديا إنسانية بدرجة كتير عالية فهدا مطرحة لأمل عرفة وأنا كنت جدا سعيد وكان تمني من زمان وجاء أنه أتلاقها بأمل عرفة بعمل فني وحمد الله تحققها الحلم بواسطة شركة الصباح يلي مشكورة على جرقتها بالمسلسلات إن كان ببراندو الشرق أو النار بالنار أو النار بالنار لأن براندو الشرق حالي خاصة جدا out of the box ويكسر إذا بدك السائد بالنمطية الموجودة في المسلسلات والنار بالنار كذلك الأمر عندي شغلتين بموضوع براندو الشرق بعد أنه قاد قالوا أنه يكاد يكون دور أمل عرفة هو المنقذ لألا بمسيرة المهنية لا مش مظبوط أبدا بعد عدة سنوات ما كانت أمل عم تقدم شي جديد أنا برأييه هو إضافة لأنه تاريخها لأمل حافل جدا جدا عند أدوار يعني يعني بيدقى لناوبة لا لا أنا ما بوافق هذا الرأيي ما أحترامي وجود أمل عرفة بالعمل بيساهم بينشره عربيا لأنه سوريا أكيد لأنه ممثلة شاطرة ومنتشرة مش بس لأنه سوريا أنا فينا لك يا جوش لا لا أم بحكي أم بحكيك صراحة نحنا ما اخترنا أمل عرفة لأنه سوريا لأنه ممثلة شاطرة بغض النظر عن جنسيتها رفتالية وبدون شك كمان الممثل السوري منتشر أكتر منه ونحنا فرحانين بها شيء أكيد لأنه لأنه نحنا صناعتنا الدرامية كانت خجولة بسبب نحنا تعرف ما بعد الحرب تأثيرنا كتير وبلش صناعة الدرامية ما بعد الحرب ونبلت على هكي على ارتجاج بينما هن عندهم معهد التمثيل أول شيء واضح وصريح وعنده منهج واضح وصريح وأخرج بما سنين كدار القطاع العام شئنا ما بينه اهتم بالإنتاج الدرامي وصدروا إلى الخليج وإلى الدول العربية كلها من خلال المسلسلات التاريخية بداية صحيح يلي سوقت الممثل والمخرج والكاتب وكل صناع وكل اللي بيشتغلوا بصناعة الدراما وعملت انتشار كبير كتير كبير وبقيوا على هذا لحد ما صارت الحرب بسوريا ضعف هذا الشيء وان كفى الممثل السوري بالانتشار و بالأعمال بالأعمال المشتركة الليبنانية السورية يلي عملت كمان بومين كتير كبير ما فينا ننكر يعني عملت هاللقاء بالخبرات السورية واللبنانية كممثلين يعني بعدك عم تحكي عن أنا و كراس أو أنا وأمل أو غير صناعيات حتى صناعيات انتاجية صناعيات كتابية صناعيات اشتركوا في القناة